عند أقدام الخنادق المحفورة في جبال فاغ حيث دارت معارك طاحنة خلال الحرب العالمية الأولى تجمع فريق من خبراء إزالة الألغام حول قطعة معدنية مستديرة غطاها الصدق مخبأة في التراب وسط أسلاك شائكة وقد توقف فريق أخصائي مع الألغام خلال جولته الاعتيادية في هذا الموقع الصخري حيث تحارب 30 ألف جندي فرنسي وألماني إبان الحرب العالمية الأولى هذا النوع من الألغام يصل وزنه إلى 15 كيلو جراما وكان يستعمل خصيصا داخل الخنادق بهدف تدمير الأسلاك الشائكة من أجل السماح للقوات الأمامية بمهاجمات العدو وبعد مئة عام على نشوب تلك الحرب لا تزال كمية كبيرة من الذخائر غير المتفجرة تنتشر في أراضي ألزاس وتهدد أبناء المنطقة ومن الصعب تقدير نسبة مخلفات الحرب المزروعة في حضائق المنطقة وحقولها وقبيتها وهؤلاء القبراء الذين يعرضون حياتهم للخطر يوميا ليسوا بمنأة عن الخطر ففي العام 2007 لقيا خبيران مصرعهما خلال إعادة برمجة ذخائر بهدف إبطالها ترجمة نانسي قنقر